بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين اهلا بكم ويوم جديد من ايام الري منتدى الزمالك بيفوز على المريخ السوداني اربع ثلاثة في اخر جولات الدوري المجموعات طبعا امبارح واحنا بنتكلم وقلنا رغم ان المباراة تحصيل حاصل ولكن قلنا مهم جدا بالنسبة لنادي الزمالك انه هو يعمل مباراة كبيرة وانه هو يعمل عرض كويس وانه هو يفوز بالمباراة ويرفع رصيده من النقاط من اربع نقاط لسبع نقاط كويس انه هو يخلص اخر ماتش ليه في المجموع انه هو حتى في المركز التالت منظر في المركز الرابع يعني مش لطيف ومش ضريف بالنسبة لنادي الزمالك اللي كلنا كنا نتعجم انه هو يتأهل ووضع طبيعي يعني ما نشوفه التاريخ ونشوفه حاجات كتير جدا كان وضع طبيعي بالنسبة لنادي الزمالك أنه يتأهل من المجموعة دي ولكن طبعا النتائج السلبية اللي حققها نادي الزمالك في بداية المباريات في دوري المجموعات هي اللي خلت نادي الزمالك أنه هو يوصل لمرحلة نلعب المباراة الأخيرة كتحصيل حاصل طبعا زي ما قدامكم الجدول فحضرتك هتلاقي أن الترجي التونسي قبل المباراة وردي واصل هو وفريق شباب بولوزداد الجزائري برصيد عشر وتسع نقاط كان الزمالك قبل المباراة أربعة وكان المريخ السوداني خمس نقاط قدر الزمالك النهاردة أنه هو يفوز صعب الجون الأخير جون المكسب الهدف الرابع اللي هو جيه في الوقت بدل الضايع هو اللي خل الزمالك يرفع رصيده من النقاط إلى سبع نقاط وطرك فريق المريخ السوداني في المركز الأخير برصيد خمس نقاط مباراة زي ما بنقول كانت مهمة للنادي الزمالك الفوز فيها وقلنا مباراة وإحنا بنتكلم أن أنت أما بتكسب آخر مباراة ده بتدي ثقة للعيبة بتاخد ثقة الجمهور نفسه كمان بياخد ثقة في نفس الوقت مباراة محسوبة عليك مباراة أفريقية بتلعب في أستاذ القاهرة اللي أنت فرطت فيه يعني رغم أن أنت عملت في أستاذ القاهرة مباراة ولا أروع مع الترجي وعملت أفضل مباراة في دور المجموعات وقدرت أن أنت تفوز عليه فوز كبير ثلاثة واحد ولكن في نفس الوقت فرطت قدام شباب بلوزداد في مباراة كانت تقفل متناول وإذا كنا تكلمنا على نادي الزمالك وقال لأن نتائج السلبية فبأي حال من الأحوال فريق نادي الزمالك المفروض فنيا المفروض أنه أعلى من فريق شباب بلوزداد والمفروض يعني أما بتبص للتاريخ وتبص للمستويات المفروض بتقول من المجموعة دي من البدايات أن أقرب فرقتين يتأهله هو الزمالك والترجي أو الترجي والزمالك ولكن طبعا الزمالك فجئنا برضو للسنة الثانية أو الثالثة على التوالي أنه هو بيغادر من دور المجموعات مباراة النهاردة رغم أن الزمالك فاز فيها ولكن زيها زي أي مباراة المفروض أن هي فيها سلبيات وفيها إيجابيات الإيجابيات المفروض نتوقف عندها السلبيات لازم نناقشها بشكل كبير أكيد المسؤولين جوه نادي الزمالك مباراة زي دي تساعدهم خصوصا المفروض أن المباراة دي يتأخير بالنسبة للجهاز الفني المفروض أنها حيتعلم مدير فني جديد من الواضح أنها حتم توجيه الشكر لكل أعضاء الجهاز الفني مش عارفين موقف الكابتن إسماعيل يوسف هيبقى موجود ولا مش موجود وارد يكون الكابتن إسماعيل يوسف موجود ومستمر مع الجهاز اللي حيتم إعلانه في خلال الساعات اللي جاية سمعنا أسماء لعيبة من نجوم قدامة من نادي الزمالك كان لهم صوالات وجوالات أن هم ممكن يبقوا متواجدين الفترة اللي جاية مع الجهاز الفني اللي حيبقى موجود سمعنا أن الكابتن متحة عبدالهادي مرشح بدرجة كبيرة أنه ممكن يكون موجود سمعنا أن الكابتن محمد صبري برضو ممكن يكون موجود وطبعا لعيبة دي طبعا قيمة كبيرة جدا وحقق كتير لنادي الزمالك وكانوا نجوم في فريق نادي الزمالك وأكيد وجودهم أكيد يدي إضافة لنادي الزمالك ولكن خلونا برضو نتكلم ونقول أما نقول الزمالك بيسجل أربع أهداف في مباراة فده في حد ذاته شيء جيد جيد جدا أما بنقول الزمالك بادي المباراة وداخل المباراة بداية مصمم أنه هو يعمل فيها حاجة ومن الديئة الأولى مصطفى شلبي بيسجل هدف ولا أروح يعني يا دوبك فريق المريخ سنتر الكرة قطعت كرة راحت تتلعبت لها أحمد بالحاج اللي هو بنقول صفقة مميزة لنادي الزمالك بيحطها المصطفى شلبي اللي هو بيسجل في أول دقيقة بعد 11 ثانية يعني بيسجل هدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أفريقيا فطبعا النهاردة مصطفى شلبي بيسجل اسمه في تاريخ دوري أبطال أفريقيا الزمالك مداش فرصة للمريخ بعد دقيقتين كمان في الديئة الثالثة وبرضو عن طريق أحمد بالحاج قدر أنه هو يحط كرة برضو باس مميز جدا لنصر منسي اللي احنا بنقول برضو صفقة مميزة وحتفيد نادي الزمالك جدا وانه احنا بنقول أن ناصر منسي من الناس اللي بتعرف تجيب جوان نادي الزمالك كان بيعاني من الفترات بتاعت سيف الجزيري أما بيبقى فايق يجيب جوان مش فايق لأ يختفي ناصر اللي بيميزه أنه هو بيقدر يسجل أهداف